قال رحمه الله وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين فإن نفعه الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة لأن الكمال في الناس متعذر حسب الفاضل أن تعد معيبه هذه الآن مسألة مهمة يعني الشيخ رحمه الله لما شرح الحديث وبين فيما تعلق بين الزوجين أشار إلى أن هذا الحديث يصلح قائده في التعامل مع عموم الناس مع عموم المعاشرين والمعاملين مع عموم المعاشرين والمعاملين الآن لو نأخذ مثالا الطالب مع زميلة تجد له زميل في الدراسة تحبى في الله واجتمع على العلم والمحبة في العلم وهكذا مضى على ذلك ثم يحصل من زميل خطأ لنفرض أن الخطأ قوي جدا آذى بعضهم انتهى انتهت العلاقة عند وجود الخطأ تنتهي فعلا العلاقة تماما وتجده يهجر زميلة ولا يسلم عليه ولا يتحدث معه ولا يذكره بجميل محاسن زميلة كلها ينساها ليس هذا من الإنصاف هذا ليس من الإنصاف إذا أخطأ زميلك من هذا الذي لا يخطئ إذا أخطأ زميلك من الذي لا يخطئ من الزميل الذي لا يخطئ من الصاحب الذي لا يخطئ الخطأ لابد منه والزلل لابد منه فبعض الناس سبحان الله تجده مثلا هكذا طبعه يعني إذا حصل خطأ ما يتحمل ويهجر بسبب هذا الخطأ ويغضب ويكره الشخص من موقف واحد يكره الشخص من موقف واحد أحيانا سبحان الله يكون مثلا الشخص حصل منه خطأ والخطأ لا يتعلق بهذا الشخص الذي يتعامل معه يكون هو في نفسه قلق عنده مشكلة في نفسه قلق منزعج من شيء عنده مشكلة فيلاقيه زميله وهو يعترك مع مشكلته فلا يكلمه بكلاما لا لأنه هو في نفسه في مشكلة نفسية فيعامل زميله بجفوة ثم زميله لا يحس بألمه الذي هو فيه والمشكلة التي يعاني منها قد يكون في ألم شديد في مشكلة في مصيبة يرحم الإنسان زميله ورفيقه يعني في مواقف حقيقة إذا ما فكر الإنسان فيها الآن تذكرت قصة وأنا أدرس الطلاب قديما كان أحد الطلاب الأفارقة من أحسن الطلاب عندي ويجاوب تماما في كل درس يعني يجاوب أذكر مرة يعني نظراته وهيئته في الفصل ما أعجبني اليوم قال أنت ما تعلم قلت له والله ما أعلم قال والد توفي أمس يعني هناك أمور لا بد الإنسان ينظر في إخوانه ويبحث عن أمور يبحث عن أسباب تنمي المحبة قد تغضب من أخيك وتكرهه وتهجره وهو أصلا ما كان يقصدك بخطأ ما كان يقصدك أصلا بخطأ هو أصلا يعاني من إشكال في المسند لمحمد في المسند لمحمد أورد حديثا في أول المسند لأن الإمام أحمد بدأ بمسانيد الأربعة الخلفاء فأورد أن عمر بن عفان مر أن عمر بن الخطاب مر بعثمان بن عفان وسلم عليه وما رد عليه عثمان السلام ما رد عليه عثمان السلام فذهب عمر إلى أبي بكر في خلافة بكر وقال أريت ماذا فعل عثمان مررت به وما سلم عليه ما رد عليه السلام فأخذه وذهب إلى عثمان قال لما مر بك أخيك عمر وسلم عليه وما ردت عليه السلام قال والله ما شعرت به والله ما شعرت به هذه الآن تحصل كثير يمر بشخص وما يرد عليه السلام يهجره يقول أنا سلم عليه ما يرد قد يكون ما شعر بك قد يكون يفكر في أمر قد يكون يعاني من مشكلة فيقول ما شعرت به قال والله إنك صادق ما الذي شغلك وأرويه بالمعنى قال ما الذي شغلك قال أفكر في نجاة الأمر مبشر بالجنة وذهنه مشغول أشد الشغل كيف ينجو يوم القيامة يقول أفكر في نجاة الأمر قال وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألته كيف النجاة وهم بشروا بالجنة ومر به عمر وذهنه مشغول جدا بهذا الأمر حتى ما شعر بعمر هو يسلم عليه قال وفكر في نجاة الأمر كيف ننجو يوم القيامة قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاة الأمر أبو بكر يقول له فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي كانت له نجاة يوم القيامة كانت له نجاة يوم القيامة الإنسان ينبغي أن يعامل إخوانه ورفقاه وأصحابه مثل هذه المعاملة يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله عنده مرض الضغط عنده سكر ما يكون وضعه مثلك يعني الضغط يشتد عليه يصبح يعني في تعامله شيء من مثلا الشدة ما هو من رغبة منه ولكن بسبب ماذا المرض الذي معه الضغط الذي معه السكر الذي أنت في عافية أنت في عافية فإذا كان انفعل بموجب الضغط الذي معه والسكر الذي معه أنت لا تنفعل وراء ظرفه الصحي ما كل الأحوال يدخل إنسان مباشرة في في مشادة مع إخوانه وخلاف وشقاق بل ينبغي أن يعاملهم برحمة ويقدر احتمالات بدل ما يقدر الظنون الفاسدة والاحتمالات السيئة يقدر الظنون الحسنة التي تحمله على ماذا على الرفق بأخيه والإحسان لأخيه فالشيخ رحمه الله يقول هذا الحديث يعني يستعمل مع جميع المعاشرين وجميع المعاملين فإن نفعه الديني والدنيا وكثير نفعه الديني والدنيا وكثير وصاحبه قد سعى في راحة باله راحة نفسه في راحة باله في راحة قلبه وفي السبب يعني سعى في الراحة وسعى أيضا في السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق والواجبات المستحبة لأنه إن لم يعمل هذه القاعدة سيفوت كثير من الحقوق وكثير من مواجبات ربما يدخل أيضا في أمور من هي عنها شرعا قال لأن الكمال في الناس متعدر من الذي لا يخطئ من الذي لا يزل وحسب الفاضل أن تعدى معايبه نام